بسم الله الرحمن الرحيم التور عنده حالة رومانسية او لا بلاش نقول انهاية رومانسية عنده حالة عطاق حبيب يدي حبيب يهتم ورايح نحو حاجة ببطء شوية بخطوات متزمة فيها اتزان وفيها كده ايه عقل بالصراحة ومنطقة نفسه ايه مش سوية تعافة الشمس دي تعافي وصحة يمكن تكون صحة العلاقة مش كويسة العلاقة مش بحالة صحية كويسة الحلاقة مش واضحة الشمس كمان ترمز بالوضوح في حالات كتير قوي مش باينة بالمسبالك مش واضحة فيها ومود ايضان طيب انطور في هنا في مشاعر بتحركوا مشاعر مش عقل خالص مش عقلك اللي بيحركك يا طور خالص الفترة دي اللي بيحركك مشاعرك وبتحركك وبتحركك خطوات بطيئة ومبتزمة شوية نفسك في ايه نفسك في الشمس هي الوضوح نفسك حاجات كتير قوي تتضح زي ما انا شايفت الطاقة فيها اسرار كتير جدا جدا انت فعلا نفسك تكشف في الاسرار دي وتعرف الحقيقة ايه انت فيه حاجات كتير مستخبية عنك او حاسس ان هي مش واضحة بالنسبالك وممكن تكمل نفسك علاقة صح حاسس ان العلاقة مبقيتش علاقة صحية بقى فيها توطر بقى فيها دخلتها طاقة سلبية كتير قوي شايف شريكك ازاي شايفه شايفه مشاعر بريئة جدا مشاعرك نحو شريكك مشاعر حلوة جدا كلها براءة وحب قوي جدا وحب خالص فعلا بتحل شريكك جدا نتورا الشريك الناحية التانية بقى فيه حالة فرص كتيرة وهو بيحاول ينتهزها ويعني يستغلها كلها لصالحه فيه عنده كمان حالة عناد وحالة ثبات انا عندي طموح ولازم اوصله هو مركز في حتة فيها طموح شديد عنده طموح جانا كده عايز ايه هو عايز يصلح العلاقة على فكرة نفسه يصلح هو نفسه يصلح شايفك ازاي؟ شايفك الامان هو ده حالة مادية كويسة ومريحة فمدية احساس بالامان فبما ان هي علاقة عاطفية فدي الاحساس بالامان يعني هو بيحس معيك بالامان وان هو في البيت في بيته الطاقة بقى ما بينكم الطاقة فيها اسرار يا طور فيه اسرار فعلا انت احساسك صحيح لو انت فعلا نفسك حاجات تكشف بالنسبالك والبان فهو فعلا في اسرار مستخبية عنه بس مش رات ان الاسرار دي تكون اسرار وحشة ممكن يكون الشريك مش عايز يقولهلك عشان انت متزعلش ومتجرحش لان هو عايز يصلح دلوقتي ومش عايز يزععلك فبالتالي مضطر ان هو يخبي عليك شوية حاجات بحس ان الدنيا متضش اكتر ما هي بايزة فيه هنا حالة حسرة انت اشتغلت كتير يا طور وديت وعملت حالات كتير قوي شريكك وفي الاخر المتيجة اللي وصلت لها بص بص اصلاحها ازاي بس كده هو ده اللي انا اخدته في الاخر حالة لين يعني مش عايز اقول الصدمة بس هي حالة على قل متحصر يعني انا لا انا عايز اكتر من ده لكن الكت ده بيقولك على فكرة اللي انتا شايفوا قليل ده هو كويس هو مش وحش خالص دي نتيجة مش وحش خالص هتتحسن ممكن تتحسن بعدين انا هقولكو الحقيقة يعني وان شاء الله ربنا يعني ربنا اللي بخير انا شايفة ان المرحلة اللي جاية حيبتدي كل واحد فيكو يبين انه مش يبين حيبتدي يخش في مغامرة مختلفة يعني كل واحد فيكو هيبتدي يبين ان هو انا تمام والدنيا تمام وعلا تم استعداد ان انا امشي يعني فيه بصده برده ده سفر يدل على السفر ده واحد شاية شنطة وماشي فحايزين تبينون انه انتو جاهزين للمغامرة دي واضح ان هيفصل فراء فعلا ياتور بس الفراء ده بزعل شديد يعني انتو هتمشوا وانتو زعلانين وكلكو حصرة وكلكو ألم ده الكلام ده طبعا ما بينطبطش على كل الناس مش كل الناس طبعا هيتطبق عليهم القراءة دي بس اللي انا عايز اقولكو ان الفراء ده مش هيرايحكم يا تور الفراء ده هيتعبكو جدا وهيخلي حياتكو صعبة صعبة ومخيفة ومش هبطروا تفكير وهتبقى مسائق الاسوأ فيريد تراجعوا نفسكو في القرار ده يريد تراجعوا نفسكو فيه يعني يريد لو تبعيدوا عن الكارك ده هلخص القراءة بسرعة التور في حالة عطاء واللي بتحركوا مشاعره مقابلوا بناحية ثانية الشريك عنده فرص بيحاول يستغل لها اللي صالحه التور عايز وضوح في العلاقة وعلاقة أكتر صحة وأكتر سعادة الشريك المقابل عايز يصلح العلاقة ويشوف ايه اللي مكسر فيها ويصلحه انت شايف شريكك حب نقي جدا وحب يعني حب عزيز قوي قوي شريكك شايفك انت الأمان التقمة لانكم زي ما قلنا فيها أسرار في حصر على نتائج انتو كنتوا مستنينين أكتر منها بس النتيجة ما كانتش مربية بالنسبة لكم وبالتالي تدوا إشارات ان انتو على استعداد للرحيل وجايز يحصل رحيل فعلا انتظر فزي ما قلت لكم القرار ده يا تور مش هيكون قرار كويس مش هيعود على أي حد بالنفع فارجوك لو تقدر تتفادى هذا القرار وتاخد وقت أكتر يعني تعالوا ايه فرده تعالوا بقى نشوف جروط الحكمة نتقول ايه خنرجع تاني جروط التروع عشان تقول لنا اذا كان فيه ضبوع للناس سابوا بعض قرار دي والاسئلة دي احنا اللي عليها حالا بس خلينا اسحب كرت كده كرت الحكمة نشوف هتقول لنا ايه الشهر ده اللي بيورجب تور بإذن الله خير بسم الله الرحمن الرحيم اطلق خيالك يا تور اطلق خيالك بمعنى لو انت بتاخد على وشك اتخاذ قرار انك تبعد حاول تتخيل حياتك بعد شركك انه مش موجود فيها بتخيالها بفعلا تحاول تدخل نفسك في الحالة تي هتبقى عاملة ازال ولو لقيت انها ستكون احسن يعني بس تحاول تتخيلها بدد بموضوعية يعني ايه مجمو تخيل تع Hilfe كروت الامر تمام هتقول لنا يا الشهر ده انا اول مرة استعمل الكروت دي وتشك بصراحة ان هي كل كميلة جدا مرسية هانيا واضح ان كل الكروت بتقول لك قرار انسحابك او انتصالك مش صح يا تور بصوا على الصورة الاكبر الصورة الاكبر ان الشريكة بيحبك فعلا لو صدر منه خطأ او ضيقك او زعالك او خانك حتى الصورة الاكبر ان هو عايز يصلح لو تقدر تطوي الصفحة ياريت ياريت دي الصورة الاكبر بتبصش تحت رجلك دلوقتي بالنسبة للعلاقة تعالي نشوف الاسئلة الاساسية لدينا بالنسبة للابراب الناس اللي متوقع يعني اللي مستنين مولود ان شاء الله في مولود ودلاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله في رجوع ورجوع جميل جميل بإذن الله تفرحوا وحتتلموا تاني عيلة واحدة او لو كنتوا لسه ما متجوزتوش فهتعملوا عيلة جديدة وحاجة ما شاء الله جميلة جدا تعالي نشوف الحالة المادية عند التور مع ان هي كانت واضحة بالنسبة للقراءة العامة هي متغيرة او اللي جاي على قد الرايح بس خلينا نشوف برضو يمكن نشوف حاجة مختلفة مش واضح برضو ان في تطور مادية حركة حالتك المادية لسه زي ما هي يا تور بس هي مش سيئة يعني او هي زي ما تقولوا بداية كويسة او مقدمة ان شاء الله تكون كويسة في مقدمة قويسة تعالي نشوف بالنسبة للنجاح جراسيا بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله في نجاح وفي فرحة شديرة جدا واحد فلات احد فلات ماشاء الله تعالي نشوف السفر يعني برضو ده ظهر والناس اللي عندها سفر بإذن الله حيبين وابدنا يوفقكم جميعا ان شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله شكرا للمساعدكم ووسع رزقوكم كلكم إن شاء الله ياتون أفكر أننا كده دودت كل الأسئلة فيديو الحمد لله كده أصمت خلصت سرعة ونشوفكم إن شاء الله بكرة أو بعد وبإذن الله إن شاء الله بكرة